الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعده في شرح صحيح الإمام العالم الإمام البخاري وصلنا إلى الباب الستون بعد المائتين بابه من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد في الباب حديث واحد هو السادس بعد الثلاثمائة راوي الحديث هو مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمت عنده عشرين ليلة وكان رحيما رفيقا صلى الله عليه وسلم فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموه وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم هكذا قال صلى الله عليه وسلم أما مالك بن الحويرث الليثي فقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عنده أياما ثم أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى أهله وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة وعشرين حديثا اتفق الشيخان على اثنين وقد توفي في العام الرابع والسبعون للهجرة رضي الله تعالى عنه يقول مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر والنفر يعني جماعة والجماعة تكون بين الثلاثة والعشرة من قومي وقومه بن الليث بن بكر وكان قدومهم على النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع للهجرة فأقامنا عنده عشرين ليلة وكان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا ربنا سبحانه وتعالى قال عنه في القرآن ولو كنت فضا غليظ القلب لم فض من حولك قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فض من حولك وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم كان لين الجانب لطيف المعاملة حلو المعشر صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم يعني أي واحد منكم صغيرا كان أو كبيرا ما دامت تتوافر فيه شروط الأذان وليأمكم أكبركم وشروط الأذان إن يكون صوته حسن وليأمكم أكبركم ويحفظ الحديث ويحفظ الأذان وليأمكم أكبركم سنا ولم يذكر هنا أكثركم علما أو فقها لماذا؟ في رواية أبي داود تفسر هذه الرواية قال وكنا يومئذ يقول ملك ابن الحوريث وكنا يومئذ متقاربين في العلم فإذا تقاربوا في العلم فليأمهم أكبرهم في السن أكبرهم في السن أما إن تفاوتوا في العلم فليأمهم أكثرهم حفظا وعلما وأدبا ومعرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد من الحديث مشروعيث الأذان في السفر لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالأذان مطلقا في الحضر أو السفر هذا مشروع ودل ذلك على استحباب يعني سنة مستحبة استحباب الأذان في السفر وهذا قول أكثر أهل العلم سواء كانوا جماعة أو كان شخصا واحدا وعلى كل من كان في صحراء في فلات سواء كان في صفر أو غيره سواء كان فرد أو جماعة يستحب له الأذان يستحب له الأذان الأمر الثاني إذا أذن واحد فيهم انتهى الأمر الاكتفاء بمؤذن واحد بمؤذن واحد يعني إن أذن أذان واحد خلاص انتهى الموضوع مش كل واحد يأتي يؤذن أو كل واحد لم يسمع الأذان يأتي ويؤذن إنما يسأل هل أذن أحدهم نعم انتهى الأمر الاكتفاء بمؤذن واحد فأسمع الدنيا كلها أن الله أكبر وأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الصلاح والفلاح في إجابة المؤذن والوقوف بين يدي الله ثم أعيد تأكيدا على سمع الدنيا كلها أنه لا كبير إلا الله لأنه لا إله إلا الله وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ترجمة نانسي قنقر